بمشاركة باحثين وعسكريين من أكثر من ثلاثين دولة تتواصل فعليات معرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب يوميكس والسيمتيكس 2020 في أبوظبي هدث يرمي إلى عرض سمات عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والتي أدت إلى تصارع وطيرة التغيير في حياة البشر دورة الحالية من المعرضين تعد الأكبر منذ انطلاقهما قبل خمس سنوات لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة وتعرض الشركات المشاركة أبرز إنتاجاتها خاصة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مجال الأنظمة غير المأهولة المدنية والعسكرية ولا يتوقف الأمر عند عرض أبرز تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة وإنما تبادل الخبرات في مواجهة سوء استخدام هذه التكنولوجيا يشار إلى أن استخدامات الأنظمة غير المأهولة تشمل مجال مراقبة الحدود والمنافذ مما سهل على الدول مواجهة عمليات التهريب والتسلل عبر حدودها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر